كم من شخص فاقد للذة الحياة وكم من شخص حياته بلا معنى لا شيء مميز يفعله سوى نفس الروتين بدون فائدة ملل، إحباط، انضيع، وكل المشاعر السلبية تؤثر عليه ومتحكمة في حياته يصح في نفسه، كما أنا موجود؟ ماذا أفعل؟ ما الذي أنتجه؟ ما الفائدة مني؟ أنا لا شيء في هذا الكون مهلا، مهلا، توقف، توقف هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي خديجة أنفال موضوعنا لهذا اليوم سيكون تحت عنوان عش من أجل هدفك ورسالتك في الحياة خلقنا وأوجدنا الله سبحانه وتعالى في هذا الكون نكبر ونكبر وكل يوم نزيد فعلا ونجد أنفسنا داخل مجتمع كل يوم نزيد من ترابطنا وتواصلنا مع أفراده وطبعا لكل فرد مكانته ولكل فرد دوره ولكل فرد غايته وهدف يسعى إليه في حياته هذه وأول مهمة لنا هي عبادة الله سبحانه وتعالى من أوجدنا في هذه الأرض فقد قعل أفحسبتم أناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لم نخلق عبثا لم نخلق عبثا بدون بلا قصد وبلا غاية وبلا حكم وسنحاسب على وقتنا وجهدنا وصحتنا فيما أفنيناه فالبعض منا خلق لكي يبث العلم على شكل مثلا مدرس آخرون خلق لإسعاد أشخاص آخرين أما البعض الآخر فقد تكون مهمتهم في هذه الحياة تغيير مسار حياة شخص ما أو ربما بتصرفتك وأفعالك قد تكون قدوة لبعضهم قد تكون سببا في إنقاذ حياة بل وحتى وأبسطها أن تكون أبا أو أما ناجحة تبني بذلك مجتمعا ناجحة السؤال الآن كيف أعرف دوري ورسالتي في هذه الحياة ستجد الإجابة عن هذا السؤال عند جوابك للسؤال لماذا أفعل هذا فعند سؤالك لماذا أفعل كل فعل تقوم به تستمتع بما تفعله طبعا نقصد بالمفيد من العمل وليس أي عمل هذا لأنك لا ترى العمل كعمل وفقط وإنما ترى من صورته الكبرى ومن زواياه المختلفة ترى أثر عليك وعلى مجتمعك وتعمل العمل للغاية منه وليس العمل هو فقط وهناك تكمن رسالتك في الحياة عندما تعرف الغاية لماذا تعمل ومن أجل ماذا أنت تعمل السؤال الآخر الذي يطرح الآن كيف أدّي رسالتي ببساطة أولا اعرف إمكانياتك ومواهبك طورها واستغلها تقرب من الله تعالى واسأله التوفيق والسداد لكل ما فيه صلاح استغل المواقف استغل المواقف استغل المواقف تجاوز المعيقات التي تعيقك والتي تترد طريقك ولا تستسلم لها في حدود المعقول طبعا وإن كنت من الأشخاص الذين يقضون وقتا كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي اجعل من هذا وسيلة لك لتأذية رسالتك استغلها لا تجعلها سببا في مضيعة وقتك فقط رسالة ودورك في الحياة لا يستوجب منك طاقات وأعمال جبارة يمكن أن يكون فقط ببعض الأعمال التي أنت أصلا لا تلقي لها بالا قد تكون بكلمة مثلا أو عن طريق ابتسامة أو عن طريق حركة أو أي شيء فقط افتع عينيك وكما قلنا سابقا استغل المواقف وصلت وإياكم تقريبا إلى نهاية الفيديو الموضوع شيق جدا مهما تحدثنا فيه فلننهيه وكنصيحة أخيرة مني كن أنت كن نفسك ولا تكون غيرك لا تستسلم للحياة ولا تجعلها هي من تسيطر عليك أنت تقرر مصير حياتك وليس الحياة من تقرر مصيرك اعرف رسالتك وعرف أهدافك وعش من أجلها بعد هذا لن يتسلل إليك أي ملل وأي إحباب وأي تعاسى سبحانك اللهم وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء مع موعد آخر متجدد مع فيديو آخر شكرا للم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة